أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يمكن لمؤرخ الحركة الوطنية في العراق في مطلع القرن العشرين وفي الشطر الأول من العهد الحكومة الوطنية الحكومة الملكية إلا أن يقف عند سيرة هذا الرجل ولا يمكن لمؤرخ التعليم والتربية في العراق إلا أن يقف عند سيرة هذا الرجل ولا يمكن لمن يدرس حتى الأحوال الاجتماعية والتقافية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين إلا أن يقف عند سيرة هذا الرجل فمن هو هذا الرجل؟ ذلك هو علي بن عبد الحميد البازرقان هذا الرجل حقيقة ترك بصمات قوية وواضحة على جملة من التطورات والمتغيرات التي مر بها العراق في تلك الفترة الحرجة من تاريخه فترة الانتقال من العهد السيطرة العثمانية إلى عهد السيطرة البريطانية ثم إلى عهد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عاش هذه المتغيرات وترك بصماته على كل منها الرجل عاش في الشطر الأول أو عاش شبابه في العهد العثماني هو ولد في أخريات ذلك العصر في عام 1887 ولد علي البازرقان في بيت أبيه في بغداد في حيد الخانة وعلى ذكر هذا يجب أن نقول أن علي البازرقان كان ينتمي إلى عشائر القيسية من بعض بيوتات الزعامة في العشائر القيسية وكان له من أسلافه جدان أحدهما تولى ولاية بغداد وهو أحمد باش البازرقان والآخر تولى ولاية البصرة وكان لأحمد باش البازرقان سيرة ذكرتها كتب التاريخ وداره في بغداد ظلت موجودة وإن تغيرت وظيفتها حتى وقت قريب وشغلتها بعض المدارس الأهلية وتقع على شارع الرشيد وهي دار كبير على أي حال علي البازرقان سليل هذه الأسرة التي عنا بعض أجدادها الحكم ولكنه تميز عن أسلافه وكانت تعمل بالتجارة وذلك عرفت بالبازرقان بازرقان يعني تاجر لكنه تميز عن أسلافه بحب عجيب للثقافة كان شابا في هذه المرحلة مثقفا يتطلب التقافة في كل من كل مصدر يتاح له كان واعيا يعني لم يكن مجرد قارئ لكن كان واعيا تماما لأن سيرته نفسها كما سنذكر تنم عن وعي عجيب ربما قل من شاركه في هذا إلا النخبة من العراقيين في ذلك الوقت لم يكن يهتم بالتجارة ولم يعمل بها وإنما فضل مجال العلم والتعليم ليس العلم وحده وإنما التعليم أيضا كان حريصا على أن يعلم غيره لا أن يعلم نفسه فحسب وإنما يعلم غيره من خلال المدارس التي أنشاها هو حقيقة الرائد الأول لإنشاء المدارس الأهلية المدارس الوطنية في بغداد لاحظ هذا الشاب حاجة العراق وبغداد بوجه أخص باعتبارها العاصمة إلى مثل هذه المدارس ووجد أن المدارس المتوفرة أغلقت بسبب الاحتلال البريطاني وحتى قبل هذا الاحتلال هذه المدارس كانت تدرس المناهج العثمانية وكثير من الناس كانوا لا يدخلون أبنائهم في هذه المدارس على أساس أنها تعمل في ظل سياسة التتريك التي كان يرفضها كثير من الناس في ذلك الوقت ففكر بمشروع طموح وهو إنشاء أول مدرسة أهلية لها رسالة علمية تقافية توجيهية تربوية وطنية فقدم طلبا إلى السلطة العثمانية آنذاك في عام 1908 لإنشاء ما سماه مكتب الترقي الجعفري العثماني مدرسة أهلية كان يقصد بها بالأساس أن يجعل العلم والثقافة وطلب العلم سبيلا لتحقيق مزيد من الوحدة الوطنية فسماها الترقي الجعفري العثماني العثماني هذه حتى يأخذ الإجازة بتأسيسها وقد افتتحت هذه المدرسة وتولى إدارتها الشيخ شكر أحد الوجهاء المثقفين في ذلك الوقت وهو اكتفى بالموقع الثاني بمعاون المدرسة وكان يجبعهما ويحدوهما الرغبة في أن تكون هذه المدرسة أن تقدم هذه المدرسة العلاج للأمية وما كانت تشكو منه الحياة العامة في بردان وكان قد نجح في إقناع كثير من الأسر يعني بمجهوده بأن تدخل أبنائها في هذه المدرسة بعض الأسر كانت تعافو هذا قال لهم أنتم تضطرون إلى تعيين بعض الدخلاء يعني كان اليهود في ذلك الوقت يعني يتولون الأمور الحسابية لدى التجار بدل ما تعتمدون على هؤلاء وهؤلاء ربما يعني لا يكونون مخلصين تماما لكم فادخلوا أولادكم إلى هذه المدرسة وعلموهم سيكونون خير معينين لكم على الأقل أنهم من أبنائكم يعني بمختلف الوسائل استطاع أن يفتتح هذه المدرسة ثم أنه لم يكتفي بهذا فحسب وإنما يعني كان له مشروع آخر لا يقول له طموحا وهو أن ينشئ مدرسة سماها مدرسة المدرسة الأهلية المدرسة الأهلية بمعنى المدرسة الوطنية كان تعبير الأهالي بمعنى الشعب المدرسة الشعبية لنسميها هي المدرسة الأهلية التي عرفت بعد حين بمدرسة التفيض وموقعها على شارع الخلفاء وما يزال أظن بعض مبانيها لا تزال موجودة إلى اليوم وإن كان هو إنشاءها في مكان آخر قريبا من القشلة قريبا من حلد جديد حسن فاشا ولكنها في المرحلة التالية انتقلت إلى مبنى حديث كان يمثل نقلة في إنشاء المدرسة الأهلية مدرسة كبيرة وفيها قاعات وإلى غير ذلك كان هذا الرجل إذن الرائد الأول في إنشاء المدارس ولم يكن يعني يطلب هذه المسألة لنفسه بالطبع لم يكن التعليم يدر دخلا كان معظم الطلبة فقراء وبالتالي كانت المدرسة تتحمل عن طريق جمع التبرعات والموارد المختلفة تتحمل عبء الإنفاق على هؤلاء ولكنه كان يقصد من إنشائها لا سيما مدرسة المدرسة الأهلية مدرسة التفيض وما بعد أن تكون مقرا للحركة الوطنية يجري من خلالها تثقيف النشأ على المفاهيم الوطنية من أجل خلق وعي وطني جديد في المدرسة يمكن أن ينشد الطلاب ما ينشدون يمكن أن يعبروا عن ذواتهم يعبروا عن طموحاتهم بعيدا عن رقابة السلطة وحقيقة نجح في إنشاء هذه المدرسة والغريب أن الرجل كان يمتلك طاقات غريبة للعمل رغم هذه المشاغل وهي معقدة بين إقناع الناس وبين دفع السلطة من أن تتدخل في هذه الشئون أسس حزبا مع بعض زملائه حزبا مهما هو حزب الاستقلال حزب الاستقلال من اسمه يكشف عن مراميه وهو تحقيق الاستقلال الناجز للعراق في عهد الاحتلال البريطاني وكانت المدرسة الأهلية هي الخلفية الواجهة لهذا الحزب برز نضال علي البازرغان واضحا منذ بدايات عهد الاحتلال وكلما زاد خطب الاحتلال كان دوره يبرز وأدرك البريطانيون أهمية هذا الرجل وتأثيره على الحركة الوطنية فكان واحدا من الأربعة الذين استدعاهم الحاكم البريطاني بيلفور من أجل أن يتعرف من خلالهم على مطالب الشعب كان واحدا من من تحدثوا عن مطالب الشعب العراقي في ذلك الضرف الذي مرت به الوضن كان أحد الأربعة الذين مثلوا الحركة الوطنية مرة أخرى وبالتالي أصدرت سلطة الاحتلال لم تطق سلطة الاحتلال ثم سلطة الانتداب جرأت هذا الرجل وزملاءه فأصدرت أمرها باعتقاله ولكنه نجح في أن يغادر العراق ويذهب إلى بلاد الشام وإلى القدس وقبل هذا ذهب إلى منطقة الفرات الأوسط وشارك في ثورة العشرين التي اندلعت في تلك الظروف وشارك مشاركة فعلية في أعمال الثورة كانت جميع يعملون في حركة واحدة وبهدف واحد وشهد إغراق الثوار للباخرة البريطانية فايرفلاي أمام خان اليزدي في نهر الفرات وكان عملا مهما في ذلك الوقت أن أولاك الثوار بأسلحتهم البالغة البدائية يعني أسلحة العهد العثماني أن يغرقوا هذه السفينة المسلحة في شاطئ الفرات وشاهد أيضا تنصيب أول متصرف وطني في العراق وهو متصرف كربلة السيد أبو طبيخ هذا الانتخاب كان مهما لأن ثورة العشرين استطاعت أن تنتخب وأن تعين الآن أصبح السلطة تعين متصرفاً تعين إدارياً في هذا المنصب المهم متصرف كربلة كان واحداً ممن حضر هذا الاحتفال بالتنصيب وكان يرفع وربما هو أول أو من هناك اختلاف هل هو الأول أو أن هناك على أي حال كان يرفع علم ما كان يسمى بيرق العراق علم العراق أول علم في أول رفعة له في هذه البلاد وهو علم الثورة العربية التي سيكون هو علم المملكة العراقية وعلم عدد يعني يشابه أعلام البيادة العربية الأخرى على أردن وفلسطين وغيرها حقيقة بعد تلك الأحداث سافر إلى الحجاز وهناك في طريقه إلى الحجاز طبعاً كان بقصد أن يلتقي بالشريف حسين قائد الزعيم الثورة العربية الأولى في أثناء ذهابه والتقى أو شهد أحداثاً جساماً في فلسطين وشهد مولد إمارة شرق الأردن على يد الملك عبد الله وفي الحجاز في مكة كان الملك حسين يستطلع رأي العراقيين الذين يذهبون إلى تلك البلاد يعني بأغراض الحج يستطلعهم أوضاع العراق وقد التقى به فعلاً يعني البازرقان واستشاره ملك حسين في أن في أن يتولى ابنه فيصل الملوكية في العراق وأشار عليه البازرقان بتأييد هذه الفكرة ثم التقى بعدد من من شارك في مؤتمر قاهرة الذي جرى فيه اختيار الملك فيصل فعلاً ملكاً على العراق شارك البازرقان في كل هذه الظروف تجده في القدس أو في عمان يشهد مولد إمارة أولى الإمارات أو من أوائل الإمارات في ذلك العهد تجده يشارك في ثورة العشرين باندفاع وبعمل مسلح وعمل سياسي تجده يؤسس الجمعيات ويعبئ الرأي العام في بغداد تجده يتجول في الفرات الأوسط وكأنه واحد من أبناء تلك المنطقة تجده في مكة في الرحلة إلى مكة كانت رحلة محفوفة بالمكاره يذهب إلى مكة ليلتقي بشريف حسين ويشير عليه بفكرة تعيين يعني هذا الرجل كان يمتلك طاقات عجيبة قل ما تلتقي أو تجتمع في رجل في مثل ذلك الظرف لا أقول هو كان الوحيد لكنه كان من القل البنات الذين استطاعوا أن يوظفوا ما يمتلكون من طاقة في مجالات العمل على اختلاف أنواعها من المهم أن نذكر هنا أيضاً أن الرجل مع كل هذا يعني عندما عاد إلى وطنه كان قد عركته الظروف والمحن ويعني يصدر أمر اعتقاله هنا ويطارد هناك ويتخفى هناك وعاد إلى وطنه ليشارك في الحياة العامة لكنه نفسه عافت أن يشارك في الحياة السياسية لأن الوضع السياسي وجده مريضاً كما سماه يعني أحزاب تتنافس وقاد يتنافسون وعافت نفسه هذا كان وطنياً لم يكن سياسياً بالمعنى السياسي معنى السياسة كما عرفت لدى أولئك الذين وجدوها وسيلة للوصول إلى السلطة كان زاهداً بالسلطة كان وطنياً نعم كان يؤمن بوطنه لكنه لم يكن يؤمن بالسياسة سبيلاً لتحقيق مآرب شخصية فاندفع في مجال نعم اختير انتخب رئيساً لبلدية بغداد وكان له دوره المحمود في هذا العمل العام في أعمال الخدمة العامة وانصرف إلى العلم والتعليم وألف كتباً مهمة نافعة من كتبه ومن أهم كتبه كتابه عن الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية سجل فيها باليوميات تفاصيل هذه الثورة كما عاشها كتب مذكراته في عزاء عدة هذه المذكرات تمثل يعني ثروة في التاريخ الاجتماعي لأواخر العهد العثماني والاقتصادي لأواخر العهد العثماني وبداية العهد الوطني كذب أشياء كثيرة وشارك في الحياة الثقافية بكل ما يملك من جهد وكانت ذكرياته التي سجلها في مذكراته أو في الوقاع الحقيقي المعين أحد المصادر الأساليسية لكل من كتب عن ثورة العشرين من بعد حقيقة صيرة عبد الحميد البازرقان يعني جديرة فعلا بأن تذكر والرجل يعني يستحق منه أن نذكره وقد نشرت بعض مؤلفاته مؤخرا مما كان مخطوطا من قبل وبقيت آثاره يعني موجودة حية في أذهان الباحثين والمتابعين لتاريخ العراقي في تلك الحقبة أعزائي المشاهدين لنا حديث آخر إن شاء الله في حلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته